اشتركوا في القناة والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات في المنطقة وقد أعرب عاهل البلاد المفدى في بداية اللقاء عن شكره وتقديره لأخيه فخامة الرئيس المصري على دعوته الكريمة لجلالته لزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة كما أعرب جلالته عن اعتزازه بما يجمع بين الجانبين من روابط أخوية وطيدة وعلاقات تاريخية عريقة تزداد رسوخا وتطورا بفضل العناية الدائمة والرعاية المستمرة والإرادة المشتركة للبلدين الشقيقين وحرصهما على دفع آفاق التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا والتطورات ما يجعلها نموذجا للترابط والتكاتف بين الأشقاء ونوه جلالته بما تشهده جمهورية مصر العربية في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود ضخمة وخطوات جبارة في كل المجالات وإنجاز مشاريع وطنية كبرى ومبادرات تنموية رائدة قادرة على إحداث نهضة كبرى وتقديم تجربة ملهمة في تحقيق التنمية المستدامة وجدد جلالة الملك المفدى حفظه الله موقف مملكة البحرين المتضامن والداعم لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وتأييدها لكل ما يحفظ حقوقهما المشروع وأمنهما المائي في مياه نهر النيل ودعمها للجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة بما يضمن حقوق مصر في حصتها المائية في نهر النيل ويعود بالنفع على كافة الأطراف بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي وجرت تأكيد خلال لقاء على أهمية التعاون والتنسيق المشترك تجاه جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط وإيجاد حل عادل ودائم وشامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وثقا لحل الدولتين بما يخدم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار وجددات تأكيد على دعم المبادرة السعودية لوقف الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وأشار جلالة الملك المفدى إلى اهتمام مملكة البحرين بالتطورات الجارية في أفغانستان مؤكدا حفظه الله على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني ومنوها بجهود المملكة في عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في أفغانستان هذا وقد وجه حضرة صاحب الجلالة الدعوة لأخيه فخامة الرئيس المصري لزيارة مملكة البحرين حيث قبلها فخامته شاكرا على أن يحدد موعدها في وقت لاحق ومن جانبه رحب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة جلالة الملك المفدى لمصر مشيدا بجهود جلالته وحرصه على توثيق وتنمية العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وبمواقف جلالته المشرفة وما يكنه من محبة كبيرة لمصر وشعبها مؤكدا فخامته اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع شقيقتها مملكة البحرين متمنيا لهذه العلاقات استمرار التطور والازدهار بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين